السلام عليكم اليوم لدي عدة كروض للتصليح ولكن أول كرس أتحدث عنه هو الـ RDX 1070 Ti من أمازال والشيء الذي حدث له شائع جدا حيث توقف الكرس عن العمل بعد حدوث مشكلة في الكهرباء وبالفحص الأول وجدت قصر في الجهة الخاصة بالـ 1.8 فوض وهذا أمر سيء وإذا شاهدت الفيديوهات السابقة ستعرف هذا الشيء فانتقلت بعد ذلك إلى فتح الكرس لفحصه أكثر فوجدت قصر في جهة الخاصة بالـ VRAM أيضا وهنا فقط الأمل تماما بالكارت لكن على كل حال كنت بوضع 7.75 فولت بمكان قصر واستخدمت الكاميرا الحرارية فوجدت إحدى الـ VRAM تصدر حرارة في كلا مكاني القصر فنزعتها بعد ذلك ثم كنت بفحص مكاني القصر فوجدت أنه اختفى وبعد ذلك وضعت الكارت كتانوي وكنت باختبال VRAM والشيء الجيد أن الحاسوب تعرف على الكارت وأعطى خطأ في VRAM واحدة فقط وهي التي نزعتها في البداية وللأسف هي غير متوفرة لدي حاليا لذلك سأحتاج إلى طلبها من الأنترنت ويظهر أن الكارت سيتصلح بعد وضع الـ VRAM الجديد لكن لا أستطيع تأكيد ذلك حتى أقوم بتغييرها وفي حال نجاح التصليح سيكون صاحب الكارت قد أكمل كل الحظ الذي بقي له لأنه عادة عندما يكون هناك قصر في الجهة الخاصة بالـ 1.8 V والـ VRAM ينتهي الأمر بالكارت في الميزبالة وأنصح دائما بالحصول على باور جيدة وكذلك وضع كل وسائل أمان للحفاظ على قطع الحاسوب لأنه ليس كل شخص سيحدث لهذا المشكل سيكون محدود مثل صاحب الكارت والثاني كارت لدينا اليوم هي الـ RX-1800 من XFX وحسب كلام صاحبها فالمشكلة أن الحاسوب لا يتعرف كليا على الكارت وبعد أن أرجعها للضمان تعرضت لصدمة وازداد المشكل أكثر فقمت أول شيء باختبار الـ VRAM لكن لم يعطي أي نتيجة وفي الغالب فالسبب أن الحاسوب لم يتعرف كليا على الكارت لكن بعد فترة تعرف الحاسوب على الكارت وحصلت على خطأ في الـ VRAM E وهي أقرب واحدة إلى الـ PCI انتقت إلى نزع الـ VRAM لكي أرى الحالة الخاصة بها فوجدت بينات كثيرة منكسرة وفي هذه الحالة كان علي نزع كل قطع القريبة من الـ PCI وبعدها قمت بعمليات الريبال لها وبعد الانتهاء جربت الكارت وظهرت الصورة بشكل عادي وضعتها في الحاسوب لأختبرها أكثر وهذا ما حدث في الأيام التالية وكما ظهر احتجت في الأخير لتغيير ثلاثة فيرا قريبة من الـ PCI وكنت أعرف أن هذا الشيء سيحدث لهذا قمت في الأول بالريبال لكل قطع كي لا أبقى عالق مع احتمالات كثيرة للمشكلة وعلى كل حال بعد كل هذا لم تنتهي المشاكل فقد أصبح يحدث كراش بعد ساعات وتصبح المراوح لا تدور كلياً وهذا في الغالب المشكلة الأصلي للكارت لهذا فحصت الإشارة القادمة من اللوحة لتشغيل الكارت فوجدت أنها قليلة جداً والسبب هذا وجود قصر في المصاري الخاص بها وكي أشرح ما يحدث فقد فصلت هذه الجهة عن القلب كي أظهر أن القصر موجود في الجهة الخاصة بالقلب فقط والشيء الغريب هو أنه عند حقم طيار بهذا المكان سيختفي القصر وستعمل الكارت لمدة ويعود المشكلة مرة أخرى وللأسف هذا الشيء رأيته عدة مرات في هذه الكروت وسببه هو القلب وعلى كل حال حاولت القيام ببعض التعديلات على الكارت كي لا أستعمل هذه المنطقة منه ولحد الآن تعمل الكارت بشكل جيد لكن لا أستطيع أن أعرف إن كان هذا الحل دائم أو مؤقت لأنه في العادة عندما يكون هناك مشكل في القلب ففي الغالب سيتوقف بعد مده وقد تظهر بعض المشاكل أثناء اللاعب لكن لن أستطيع معرفة النتيجة من كل هذا إلا بتجربة الكارت لفترة طويلة جدا وثالث قارت لدينا اليوم هو GTX 1060 من AMOS AI والمشكلة فيه هي عدم تعرف الحاسوب عليه وقد انتقلت لفتحه مباشرة لأنه من الشائع جدا في هذه الكروت وجود قصر في جهة الـ 1.8V وهذا الشيء الذي وجدته القيمة الخاصة بها قليلة جدا وكالعادة استعملت كاميرا الحرارية فوجدت قصر ظاهر جدا في القدر وكما قد في أول فيديو ليس كل شخص محدود في مثل هكذا مشاكل ف99% منها يكون القلب هو سبب مشكل لهذا ستعد هذه الكارت غير قابلة للتصليح وآخر كارت معنا اليوم هي الـ AppX 5700 XT من آزيس والمشكلة فيها هي شاشة سوداء والحاسوب لا يتعرف عليها كليا وكالعادة انتقلت لفتح الكارت لفحصها أكثر فوجدت أعطال للعمل عليها من قبل وتأكسد على الكثير من القطع ووضعتها في الحاسوب كي أجربها أكثر فوجدت أن قيمة الخمسة فوض قليلة جدا وهذا مشكل شائع في هذه الكروت ويستوجب تغيير المتحكم الخاص بالخمسة فوض وهذا الشيء الذي قمت به تاليا وبعد الانتهاء جربت الكارت وظهرت الصورة بشكل عادي فتركتها تعمل أكثر تحت الضغط وعمل كل شيء فيها بشكل عادي وفي الآخر إن عجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك سلام